أصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وبعد أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إلى هذا البرنامج بعنوان النبي المنتظر حديثنا في هذا البرنامج عن النبي الذي بشر به الأنبياء نبيا تلو نبي عن النبي الذي ينتظره العالم عن محمد صلى الله عليه وسلم دلائل نبوة هذا النبي العظيم كثيرة ومتنوعة أما تنوعها فهو يفيد العامية والجاهلة والمتخصصة المؤمنة والكافرة والملحد وأما كثرتها فهي تنفي أنها ضرب من الصدفة أو الاتفاق فهذه الكثرة لم تكن لا اتفاقا ولا صدفة هذه الدلائل كثيرة ومتنوعة وفي كل منها ما يشهد على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم سنقف في هذا البرنامج مع نوع واحد من أنواع دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهي البشارات به صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل إذن حديثنا عن بشارات الأنبياء بالنبي المنتظر عليه صلوات ربي وسلامه ما فتئت آيات القرآن الكريم تتحدث عن أن النبي عليه الصلاة والسلام مذكور في كتب أهل الكتاب وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين إذن أنبياء الله جميعا كانوا ينتظرون بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يبشرون أقوامهم بذلك لذلك يروي الطبري عن علي رضي الله عنه وأرضاه ما بعث الله نبيا آدم فمن دونه إلا أخذ عليه الميثاق لإن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي لينصرنه وليؤمنن به هذا موعود الله عز وجل الذي كان الأنبياء ينتظرونه نبيا تلو نبيا القرآن الكريم لم ينقل لنا تحديدا ما ورد من بشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم في كتب أهل الكتاب لكنه أخبرنا عن حقيقة صاقعة واضحة ما هي هذه الحقيقة أن علماء أهل الكتاب يعرفون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرف الواحد منهم ابنه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون لذلك جعل الله من دلائل صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم التي طالب مشركي قريش بالرجوع إليها أنه مذكور في كتب الأولين يقول ربي تبارك وتعالى وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ألا يكفيهم هذه المعجزة ألا يكفيهم أن علماء أهل الكتاب يعرفونه عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم إن في ذلك لآية بينة واضحة قاهرة على أن محمد صلى الله عليه وسلم كان نبيا لله حقا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بشر به موسى عليه السلام وهو الذي بشر به عيسى عليه السلام هو النبي الذي دعا إبراهيم عليه السلام بمبعثه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم لذلك يقول عليه الصلاة والسلام أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى عليهم صلوات ربي وسلامه من الآيات التي تحدثت عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في كتب أهل الكتاب قول الله عز وجل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ما هي صفته؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالنبي صلى الله عليه وسلم بموجب هذه الشهادات القرآنية مذكور في التوراة والإنجيل بل إن التوراة والإنجيل لم يتحدثا فقط عن شخص محمد صلى الله عليه وسلم بل تحدثا عن أصحابه وعن أمته عليه الصلاة والسلام بشهادة القرآن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة هذا مثل ضربه الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار إذن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في هذا الكتاب الذي يؤمن به اليهود والنصارى إنه واحد من دلائر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم عيسى عليه الصلاة والسلام هذا النبي كان آخر الأنبياء والمرسلين قبل نبينا عليه الصلاة والسلام هذا النبي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم بالإسم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم ما عرفوا كفروا عياذا بالله تبارك وتعالى من هذا الكفر إذن عيسى عليه السلام بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم وذكر اسمه الشريف لرب قائل يقول هذا الكتاب الذي تستشهد به الكتاب المقدس لا يؤمن المسلمون به على أنه من كلام الله ويعتقدون بأنه كتاب محرف وأن أيدي البشر قد عبثت به فزادت ونقصت أقول هذا صحيح فلا أنكر شيئا من ذلك لكن أيضا هذا الكتاب فيه جزء من الحقيقة ما كل ما فيه مغير وما كل ما فيه مبدل فالله عز وجل أثبت في قرآنه بعضا من حق الذي جاء في هذا الكتاب يقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل فبعض ما جئتم به حق وبعضه باطل لكن هناك لبس وخلط للحق بالباطل والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت وجود شيء من الحق في كتب أهل الكتاب وهو يقول لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فيخبروكم بباطل فتصدقوا به أو بحق فتكذبوا به فبعض ما يأتي به أهل الكتاب من الحق وبعضه من الباطل فلذلك لا تسألوهم لأنهم قد يخبروكم بشيء من الحق فتكذبوه وقد يخبروكم بشيء من الباطل فتصدقوه إذن كتبوا أهل الكتاب فيها حق وفيها باطل لو شيئت أن أضرب مثلا لمروج الحق بالباطل فأعود إلى الآية التي ذكرتها من سورة الفتح محمد رسول الله إلى أن يقول الله عز وجل ومثلهم في الإنجيل فذكر في الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل ولو بحثنا عن المثل الذي ضربه الله في الآية في التوراة لن أجده ذلك مثلهم في التوراة أما الجزء المتعلق في الإنجيل فهو موجود ومثلهم في الإنجيل في الإنجيل كزارع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه موجود في إصحاح متى 13 على 13 في مثل حبة الخردل التي تنمو وتصبح أغصاناً وافرة تأوي إليها الطيور من كل حدب وصوب إذن آية واحدة وجدنا نصفها الثاني في الإنجيل ولم نجد النصف الأول في التوراة فهذه الكتب فيها حق وفيها باطل فيها ما ضاع وفيها ما هو مثبت هذه البشارات التي نتحدث عنها عن النبي العظيم عن النبي الخاتم لا يخالفنا أهل الكتاب في أن هناك نبياً منتظراً ينتظره العالم وأن هذه البشارات تتحدث عنه عليه الصلاة والسلام نعم إنهم لا يخالفوننا في ذلك لكنهم يقولون لا هذا النبي ليس محمد بن عبد الله هذا النبي رجل من بني إسرائيل أما اليهود فهم ما زالوا ينتظرون هذا النبي يقولون هذه الآيات أو النصوص التوراتية تنبئ بنبي عظيم وهذا النبي لم يأتي بعد فهم ما زالوا ينتظرونه أما النصارى المسيحيون فهم يأخذون هذه النصوص فيجعلونها جميعاً في المسيح عليه الصلاة والسلام يقولون هذه النصوص تتحدث عن نبي موعود التورات تعد بمجيء النبي هذا النبي هو من؟ هو عيسى عليه السلام الذي بعث فحقق هذه النبوات وهذا في الحقيقة ما سنحاول بيانه ودراسته في هذا البرنامج لكن نسأل هؤلاء نقول لهم إذا كانت هذه النصوص لا تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بل تدل على نبوة عيسى عليه السلام فهل جاء شيء في كتابكم عن محمد صلى الله عليه وسلم أليس من المستغرب ألا توجد نبوة واحدة عن النبي الذي غير وجه العالم عليه صلوات ربي وسلامه عن النبي الذي أتباعه قالوا المليار وزادوا عليه هل يعقل ألا يوجد شيء في كتابكم عن هذا النبي العظيم؟ أقول إن هذا يزري في الكتاب المقدس ألا يحوي شيئاً عن هذا الرجل الذي غير العالم بسم الله تبارك وتعالى أقول أيها الكرام إننا حين نقرأ الكتاب المقدس سنكتشف أن هناك نصوصاً تتحدث عن أن من صفات النبي الآتي أنه نبي يدوم ملكه ويدوم سؤدده على الأرض وأن النبي الكاذب أي الذي يدعي النبوة الله لا يتم له أمره فسرعان ما يبيد أمره ويفشل وتضيع بضاعته ولا تنطل على الناس لذلك وفق الكتاب المقدس النصوص التي تشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق إنما تشهد له لاستمرار رسالته استمرار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وبقاء وهو يدعو الناس إلى الله بسم الله بقاء رسالته ودعوته دليل على صدقه عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن الكتاب المقدس يعطينا آية بينة واضحة نعرف من خلالها النبي الكاذب من النبي الصادق لعلكم تتابعون معنا التثنية 18 على 20 وهو يقول وَأَمَّا النَّبِيُّ الَّذِي يَطْغَى فَيَتَكَلَّمُ بِاسْمِي كَلَامًا لَمْ أُوصِهِ فَيَمُوتُ ذَلِكَ النَّبِيُّ أي فيقتل ذلك النبي لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يديم له أمره أما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمه كلاماً لم أوصه فيموت ذلك النبي فلا تخف منه هذا النبي الكاذب لا تخشي منه لا تخف منه سرعان ما يضمحل أمره لماذا؟ لأنه نبي كاذب يكذب على الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً فهذا الرجل لا يمكن أن يدوم أمره سرعان ما ينفضح أمره في سفر عمال الرسل 5 على 38 نجد شاهداً آخر الآن أقول لكم تنحوا عن هؤلاء الناس تابعوا معنا النص الآن أقول لكم تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقض فسوف ينتقض لو كان هذا العمل ليس من الله عز وجل فإنه لن يتم أمره سينقض وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه لألا توجدوا محاربين لله أيضاً النص يعطينا علامة بينة نميز فيها بين النبي الصادق والنبي الكاذب إذا كان هذا النبي يأتي بما يأتي به من الله عز وجل فمعنى ذلك أنه لا ينتقض أمره يدوم أمره ويبقى أمره عليه الصلاة والسلام فبقاء النبي صلى الله عليه وسلم ببقاء دعوته إنما هو دليل على أن هذا النبي هو من عند الله أيضاً نصوص أخرى تشهد لمثل هذا المعنى جاء في المزمور واحد على ستة لأن الرب يعرف طريق الصدقين تابعوا معنى النص لأن الرب يعرف طريق الصدقين وطريق المنافقين تهلك طريق الرجل الذي لا يسير مع الله عز وجل تهلك أما المؤمنون فطريقتهم تبقى ما بقي الليل والنهار نصوص كثيرة تؤكد على هذا المعنى نقولها سراعة حبيب الرب يسكن لديه آمنا يستره طول النهار وبين منكبيه يسكن النبي الذي يحبه الله يبقى آمناً آمناً من القتل يكتب الله له ديمومة نص آخر في الأمثال ثلاثة إن المستقيمين يسكنون الأرض والكاملين يبقون فيها أما الأشرار فينقرضون فبقاء النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صدقه عليه الصلاة والسلام بموجب نصوص الكتاب المقدس إلى لقاء يتجدد بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر